شكرا لعلكم تابعتم ما تمروا به القناتان من ظروف صعبة وازمة خانقة فيما يخص التبرعات ويجب تسديد الفواتير قبل ان تغلق القناتان لم يتوفر حتى المبلغ المطلوب لتسديد تلك الفواتير فضلا عن عمر التطوير التقني كما تعلمون منذ انطلاقة القناة بال2011 ما حدث اي تطوير جذري يواكب الطرح المقدم وفضلا عن تطوير الموارد البشرية ايضا فالذي كان يصل والموجود لا يعين حتى على تطوير الموارد البشرية اهم على الكرة الارضية تنافح وتذود عن اهل محمد عليهم السلام ليس بها متخصص وهذا مخالف للقنوات الاخرى فالاخوان في حملة اهل فدك عندهم حملة تبرعات بدأت في بداية شهر رمضان المبارك ولا زالت مستمرة وايضا بعد البرنامج عندهم برنامج بث مباشر اضطر الاخوان للخروج في تلك الحملة لاجل المشاركة في رفض مشاريع الهيئة التي تطمح لتطوير القناتين والمسجد الببارك فاذا عندكم كلمة تشجعون فيها اخواننا المؤمنين على حدهم على التبرع اولا شكرا على هذا البيان انا اقول للمؤمنين المحبين لآل محمد عليهم السلام في كل مكان نحن على عادتنا وإياكم على عادتنا معكم يعني عودناكم على الشفافية عودناكم على أن تكونوا أنتم أهل هذا المكان أهل هذه الهيئة أهل هذه القناة أهل فدك بمعنى الكلمة يعني عودناكم على ذلك ربما نحن الجهة الوحيدة تقريبا التي تصارح جمهورها بأحيانا أدق التفاصيل طبيعتنا هكذا يعني نتكلم حتى عن أدق التفاصيل لماذا؟ لأنه بالفعل نعتبركم أنتم من تملكون هذه القنوات وتملكون هذا المسجد وتملكون هذه الأرض المباركة وما عليها من مؤسسات نحن لا نخفي شيئا عنكم إلا اللهم ما يكون في إبدائه ما يستفيد منه العدو يعني يكون مخالفا للحكمة وإلا باقي أمورنا تقريبا كلها مكشوفة على الملأ إخواني بالفعل الإدارة أبلغتني هذه الأيام اللي مضت أنه الهيئة تعيش ضائقة مالية تقريبا غير مسبوقة يعني في السنوات الأخيرة مرت علينا بعض الضوائق المالية من ذي قبل وتجاوزناها بحمد الله لكن السنوات الأخيرة كان هناك شيء من الثبات إنجاز التعبير في هذه الفترات الأخيرة تعلمون إحنا لأنه مشروع الفيلم استهلك كل ما لدينا كل شيء فصار هناك بالفعل ضائقة مالية شديدة تضيقت الأمور كثيرا يقابلها توسع في الأنشطة فالضائقة موجودة بل اشتدت توسع في الأنشطة وطموحات كثيرة تفرضها طبيعة المرحلة وتطور اللي صار فصار عندنا ما يمكن تسميته بالعجز إلى حد كبير والجميع هنا حقيقة على نار يعني عايشين هكذا على نار أنه اليوم باتر اليوم انسدد الفاتورة ما أدري كذا هذا نحاول انسد هذه الزاوية نحاول انسد هذه الزاوية وكذلك الإخوة المؤمنين كثير ينهالون على الهيئة وعلى القنوات خصوصا يقولون نريد تطوير نريد تحسين للأداء للبرامج هذه كلها أيضا تضيف عبءا إضافيا يحتاج إلى أيضا ميزانيات إضافية أنا أعلم أنه الكثير منكم ونحن أيضا معكم نعول إن شاء الله تعالى على مرحلة ما بعد ظهور الفيلم إن شاء الله تعالى لماذا؟ لأنه يفترض إن شاء الله إذا الله عز وجل وفقنا ما نعلم أيضا كيف سيواجه الفيلم كيف سيحارب الفيلم إحنا بس نعمل ما بوسعنا وما بطاقتنا كثير يعولون على نوع إن شاء الله إذا الفيلم نجاح ويعني انتشر فسيأتي بمردود مادي جيد لعله يؤمننا إلى مستقبل ما فالكثير يعول على هذا فإذا كان بالإمكان أيها الإخوة أن تعينونا إلى تلك المرحلة على الأقل أن توصلونا إلى مرحلة إخراج الفيلم ثم لكل حادث حديث لأنه لا تصور أن هناك مؤمنا رافضيا يقبل أو يسمح بأن هيئة خدام المهدي عليه السلام هذه الهيئة التي تمثلها وهو جزء منها وهي جزء منه ما تصور أحد ممكن أن يقبل بأن تشل هذه الهيئة أن تصاب بالشلل ما تقدر تحقق ما هو مطلوب منها في نصرة أهل البيت عليه السلام ومحاربة عدائه حقيقة الوضع صار شوية صعب وهناك قلق وأنا أعلم أنه المؤمنين ما قصروا كثير بذلوا كثير اجتهدوا وحققوا معجزات بالفعل يعني ما عجز عنه الآخرون حققتموه أنتم حققتموه بصمودكم وثباتكم وتحديكم وإصراركم وإيمانكم بالله وبرسوله وبأهل البيت الطاهرين عليه وسلم فميزانيات ضخمة تكونت بالملايين لتحقيق مشاريع كبرى هذا كله صحيح وهو مذكور لكم ومذخور لكم إن شاء الله عند أوليائكم وسادتكم يوم تلقونهم لكن مع هذا كله إخواني نحن نريد أن نبقى على استقلاليتنا باب التمويل مفتوح على مصراعيه لو تخلينا عن استقلاليتنا فقط إذا ارتبطنا بجهة ما سمحنا بأن نمالئ جهة ما حكومية كانت تيارية أو مرجعية كانت حزبية كانت أحيانا بعض أصحاب رؤوس الأموال مثلا يعني أناس مثلا أثرياء يفتحون الباب على مصراعيه يعني أصلا يتمنون أنه تأتي جهة هكذا حققت هذه الإنجازات وعند هذا الصيت الإعلامي وعند هذا الامتداد الجماهيري أنها تأتي وتقول تعالوا أنتم مولونا حتى هم يتحكمون في مسارنا بعد ذلك ويقول لنا أنت شو تقول وشنو ما تقول هذه عادة الآن هذه الحالة موجودة الآن عند معظم الجهات الأخرى الجهات الدينية يعني مو مستقلة قنوات الشيعية مثلا مو مستقلة غالبا وارتبطة بجهة ما هي التي ترفيدها لذلك ما تشوفهم يطلعون كل شوية تبرعات كل شوية تبرعات انت شايف انت شايف قناة يمكن في الدنيا تطلع كل شوية تبرعات أكثر من قناتنا وهذا هم يؤلم إخواني هذا بالفعل يؤلم ليش لأنه كم مرة نقول احنا المفروض هذه الساعات في القناة الساعات هذه تصرف في الدعوة إلى أهل البيت عليهم والسلام الساعات هذه تصرف من أجل تشييع الناس تعرض بها البرامج المفيدة البرامج العلمية المناظرات الحوارات وهلما جرى فلما نضطر أنه نخص الساعات طويلة كل شهر حتى فقط الإخوة يطلعون ويقولون تعالوا أعينونا في التبرعات هذا لعله يحرم فئة من هذه الأمة أن تهتدي ومع ذلك التوجيهات التي قدمت للإخوة في برامج التبرعات إذا تلاحظون أنه لا يخلو برنامج التبرعات من ذكر لأهل البيت عليهم والسلام وبيان الحق واستقبال اتصالات مثلا وما شاكل لعله وعسى أيضا هذه البرامج تساعد على الأقل في يعني إحداث إشراقات لبعض المشاهدين فيفكرون بالتشيع كما حصل بالفعل يعني عندنا يمكن الأخت الأردنية اللي يعني تشيعها قالت أنه أنا اللي ألفت نظري وخلاني يتابع يمكن حملة تبرعات الفيلم لا شكل وأكثر من الوحدة أيضا شيخ نعم فهذا أمر جيد وطيب فحقيقة نحاول نحافظ على هذا الصوت الزهرائي الرافضي الشريف أن يبقى مستقلا لا يتحكم به أحد أن يبقى حيا ومدويا في كل الأرجاء أنتم مسؤولون كلكم مسؤول عن رعيتي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي نحن لا نريد أن يعني نحرج أحدا لا نريد أن نضغط على أحد لكن هذا هو الواقع هذه هي حقيقة الحال من أراد أن يأتي ويشاهد حقيقة الحال فليتفضل وأظن الأخوة من خلال القنوات ما قصروا في إظهار حقيقة الحال إليكم يعني يروحون حتى بالكاميرا يدورون على المكاتب ويراوكم أصلا اعتوا تدرون عندنا مشكلة يعني لو أبلغكم بما أبلغت به من أنه شلون نحن قادرين بس نسير العمل ما حد يصدق ما حد يصدق يعني أنه معقول هؤلاء إلى هالدرجة يضغطون على أنفسهم يضغطون على أنفسهم وعلى أسرهم وعلى أحوالهم الشخصية ونضغط على أنفسنا هنا أيضا هنا نضغط على أنفسنا ما عندنا أجهزة أجهزتنا تحتاج إلى صيانة إلى تحديث ما عندنا إمكانيات حتى المكان قد ضاق بنا معارك على مكتب هذا وين يقعود هذا وين يسوي شغلة وكذا المكتب قاعد فيه ثلاثة تقريبا أي قاعدون ثلاثة أي يعني كلها شنو ديكورات أحيانا ديكورات ما عندنا ما شايفين ديكورات ما لإحتفالاتنا شون صايرة ما كو فلوس نسوي ديكور ديكور شوية يتشي فخم وكذا ما عندنا شنسوي نطار يجي مسكين عبدالله الخلاف يجي يسوي لك من شاء الله أنا بالفلين مدري شنو أبو محمد يساعد مدري منه يساعد شغلات شوية يلزقون منا يطلع بأشكل والناس من بعد تجي تنتقد وتقول شنو هذا وشمسوين وكذا شنسوي ملكة بطلة تدفع شنسوي فأنت بعد لابد أن تحملوا شيئا من المسؤولية والثقل معنا يعني هذه قناتكم هذه هيئتكم هذا مسجدكم هذه أرضكم هذه حوزتكم هذا مؤتمركم هذه مؤسساتكم يعني الأخوة يبذلون قصارى جهدهم الحقيقة يعني يبذلون قصارى جهدهم في أنهم يسعون قدر المستطاع للتطوير للإبداع لتنشيط العمل وإنتوا تتشوفون أنه رغم هذه الإمكانيات الضعيفة هززنا مجتمعات وما زال الناس يتشيعون إذن هذا نجاح ما دام الناس إلى هذه اللحظة يتشيعون ويهتدون إلى أهل البيت عليهم السلام إلى ولايتهم وإلى البراءة من أعدائهم إلى هذه اللحظة إذن هذه الجهة ناجحة وعملها ناجح فلا تجعلوا أو لا تلجئوا هذه الجهة إلى أن تضطر لا سمح الله تعالى إلى أن تنقص من جهودها أو أن تبرد أو أن تضعف نحتاج أن نبقي هذه الجهة والعاملين فيها دائما نشطين فاعلين يتطورون ويبدعون أفكار التطوير عندنا رهيبة هائلة موجودة لكن تحتاج إلى ميزانيات هذا واقع يعني الفكرة الأخيرة يعني أنه يتم حتى البناء هذا كله يتغير ويجدد ويصير تعمير وتطوير من جديد حتى يكون شيء يعني يستوعب النشاطات كما ينبغي على الأقل تصير عندنا ستوديوهات مثل أوادم على الأقل يعني مو هذا ستوديو واحد يتيم اللي تبرع به الأخ أبو حيدر جزاه الله خيرا من كربلاء المقدسة وهو اسم ستوديو بس شلون يعني مثل الاستعمار شوي شوي يصير الاستعمار يأكل أول شي جزء من الأرض بعدين شوي شوي هم يتمدد 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 فهو اسم ستوديو بس متمددين عليه محاولين إلى مخزن هسا الطبي تشوف يعني مخزن تشوف يمكن جدر تشوف ما أدري شنو بي شغلات ذاك اليوم طبيت شفت يعني هكذا شفت هذا شنو ستوديو ولا مخزن شغلات بي كراكيب منا مدري شنو منا شغلات يعني حالتنا هالشكل على باب الله شيخنا هذا نفس الستوديو اللي تسوي في برامجنا حننا يعني موس مخزن ايه وتسوي برامجكم وعيونكم تطلع أدري أدري عيونكم تطلع يعني أنا قبل أشهر هذا الحشي مرة من المرات يعني الأخوة في فذك الأخباري لأنه شغلهم كله في هذا الستوديو كان اللي اسمه استوديو يعني فرحت حتى أشوف يعني شنو الأمور اللي يعني تنقصهم والنقائص لعله نقدر يعني نساعدهم بشيء من خلال دعوة بعض المؤمنين لتبني على الأقل الأجهزة الضرورية اللي ناقصها رحت شفت حقيقة وضع يعني مزري واقعا مزري بمعنى الكلمة مكتب مكتب عدل ماكو الجهاز هذا اللي يشوفون اللي يقرأ من خلال الأخبار ماكو يسموه أوتوكيو جهاز بدائي متخلف خط ما أدري ضعيف واحد يقعد ما أدري وين حتى يحرك والكلام ينقلب ما أدري شلون يروح إلى اليسار إلى اليمين لازم طلاسم حتى يقرأ نشرة الأخبار تدري طلاسم يعني هذا بس يخلص نشرة الأخبار لازم يعطى نوط شجاعة بصراحة أنه هذا مخلص نشرة أخبار الحمد لله بلا مشاكل هالمرة يعني أنه كل مرة تصير هذه العبارة تقدم هذه العبارة تتأخر ما أدري شلون ليش لأنه شنو رابطين بجهاز لابتوب ما أدري شلون كذا يعني شغلة ترقيعية مو شغلة وانكسر بعد هو الشاشة مكسورة مثبتين أبوائرات بعد يلا كل تلزيق ممنوع واحد يلمس يخلون لا فتاة ممنوع لا أحد يعني يلمس شيء لا كذا لا تخرب كل شيء بمكانه بارحة هنا أجينا حتى نتفطر فشوية امتدت لأن الحضور كان كبير البارحة بسبب الاحتفال فشوية أجينا يم هذا هذا اللايت يعني أي فيجأ جمال تكريتي جاي يشيله فورا لا 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 يمعود خلي مكانه لا يتحرك من مكانه بعد أن تصير مشكلة صورة تخرب ما أدري شلون يعني هذا وضعنا هذا وضعنا ضاق بنا المكان حتى مسجدنا الخارجي شفت وضع يعني حصير وكذا ما قدرنا نكمله وجبنا حصو ما أدري كذا وخلينا منه بطريقة ما على أساس بس نقدر نصلي يعني في شهر رمضان فحقيقة الوضع هو هذا يعني لا نذيع سرا إذا قلنا أنه معظم نشاطاتنا التي تقوم في هذه الهيئة المباركة غير معتمدة على شيء حقيقة غير مددكم أنتم بعد مدد الله وأهل البيت الطاهرين ومؤلانا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام يعني بالفعل على البركة الهيئة ما عندها احتياطي وهذا طبعا أيضا غلط ما كن مؤسسة كبرى هيئة عالمية بهذا الحجم على ما يكون عندها احتياطي مالي معين لابد يكون عندها احتياطي لأي ظرف طارئ لأي قضية تصير يعني يوم من الأيام صار عندنا هنا خلل في الكهرباء كهرباء هذا نفسه المسجد ما كان بي أصلا كهرباء يعني ظل أسبوع ما أدريش قد ماكو ماكو برامج ماكو شيء ليش لأنه كهرباء ماكو يحتاج تصليح بالآلاف ما أدري شلون دبروها صلحوها هذي شلون نقدر نتحمل انتو تخيلوا الآن الناس دا تشوفنا بالملايين زين وفجأة ينقطع لا سمح الله البث ما عندنا لهذا الطارئ معالجة لأنه ماكو سيولة ماكو احتياطي موجود في هذه الهي كل كل اللي يأتي فورا ينصرف فورا ماكو شيء يبقى وديون أحيانا تصير ليش أنهم اضطرين لازم يدفعون الفاتورة يدائنون من هذا يدائنون من هذا يكملوها بأي طريقة فلس فلس أحيانا إلى هالدرجة الله شاهد بس حتى على أساس القناة لا تنقطع ما تلاحظون مشاكل القناة دائما كم مرة يصير قطع وجمود وما أدري كذا إيلان بعدان قلت ديشن مر الكلمة الكل ضحى قلت بعد ايه اعتدنا قناة فدك بعد شنسوي كل شوية شيخنا عفوا صار انقطاع صار ما أدري كذا خلل في الصورة نعود إليكم بعد قليل ما أدري شون كل شوية بس إحنا القناة الوحيدة اللي تصير بها المشاكل ما أدري شون مرة واحدة تصير ظلام مرة واحدة تصير ما ما اش اسم الصوت ما نسمع كل شوية أخي علي صوتك نصي صوتك ارفع الصوت المخرج نصي صوت المخرج هندسة صوتية ماكو فليش يا جماعة القناة بدأت من قبل كم سنة 2011 2011 يعني الآن داخلين على السنة السابعة تقريبا ما الشكل نعم القناة بدأت بجهود جدا متواضعة وبسيطة وإمكانيات ضعيفة أجهزة بداية بدأت قناة فدك بدأت بكاميرا واحدة وجهاز كمبيوتر واحد فقط حتى شوفوا رجعوا للبث القديم إذا تلاحظون الكاميرا كانت واك هالشكل مثلا علي أنا عبدالله مثلا قاعد يمي مثلا مقدم معي البرنامج الكاميرا تدور هالشكل مرة تروح عليه بعدين مرة تروح تجي علينا هالشكل أنا ما عندنا كاميرتين نحول الصورة إلى هالدرجة هذه الكاميرات هذه الأجهزة ترى كل شيء منها تلقى أحد من المحسنين أو إحدى المحسنات قال أنا علي هذه الكاميرا هاي مثلا خمس ألاف هذا علي ما أدري جهاز الصوت هذا علي المكسر ما أدري هذا علي هذه شغلة علي ودتلاحظون ده يصير شوية تطوير بالمقدار اللي ممكن يعني مثلا هاي الآن الخدمة الجديدة اللي الكل فرحة بها أنه مقاطع الفيديو تعرض دائما وتنزل بهالطريقة الحلوة الجميلة والناس صار أكو حيوية في القناة الناس قدر أتعبر عن أراءها بالصوت وبالصورة خدمة جميلة يعني ومبتكرة هذه صرف عليها ما أدري شغل حتى يجيبون هذا السوفت وير الخاص اللي يمكن القناة من عرض هذه المقاطع بشكل آلي وتلقائي ما أدري شغل كان قيمتها ما أذكر قالوا 1700 دولار شغل 1500 1500 1500 باون مو دولار 1700 الله أكبر فيعني هاي شوف كلها تحتاج نريد نطور القناة نطور النشاط هنا إذن نحتاج إلى ميزاني فإخواني أتمنى أو أرجو من جميع المؤمنين أن يهبوا إن شاء الله تعالى كعادتهم على الأقل حتى كما قلنا نصل إلى بر الأمان دعونا نتفائل إن شاء الله بالخير يمكن مستقبلا إن شاء الله أيضا بعض المحسنين يساعدوننا في قضية أن نوقف عمارات أو مشاكل نشتري عقارات مثلا نوقفها لأجل هذه حتى بعد نرتاح يعني إذا افترضنا كما قلنا وهذا إحدى الطموحات أنه يكون عندنا مثلا خلي نقول عمارة فيها مثلا خمسين شقة مثلا فتؤجر هذه الشقق إذا قلنا كمعدل يجينا من الشقة الواحدة ألف باوند يعني هاي خمسين ألف باوند شهريا هذه تكفي تقريبا للميزانية الشهرية المتوالية لأنه هو أكثر شيء يثقل الكاهل هو الحقيقة هاي الفواتير الشهرية هذا أكثر ما يثقل الكاهل الهيئة استنزاف يصير استنزاف لأنه كل شوية فاتورة كل شوية فاتورة كل شوية فاتورة بث فضائي ومصاريف هنا وفايبر أوبتيك وما أدري المصاريف هاي يعني النثريات المختلفة والكهرباء والغاز والماء وإلى آخر شهر أفوا أيضا الهيئة طرت قطع البث على أمريكا وأستراليا أي شوفوا مثلا هذا ترى خسارة كبيرة لعلنا نحاسب عليها أمام الله تعالى يوم القيام احنا ما ندري يعني هل الله عز وجل يرضى مثلا أنه هذا الصوت ما يصل إلى قارات في العالم كان يوصل لها منذي قبل إذا قد ناس تأثر وأنه القناة الآن مقطوعة من هذه البلاد يطرون يتابعونها على الإنترنت والموبايل وما أدري كل أشلال مثلا قنواتنا كانت تنعرض يعني قارات بأكملها خسرناها مع الأسف ليش؟ لأنه حمل ثقيل طروا يقلصون النطاق البث مع أنه مفروض إحنا نتوسع مو أنه نقلص حتى الآن أخيرا أكو كلام إن شاء الله ما يصير بس الشكل شوية صار كلام في الإدارة يعني بلغني شوية هالشكل حشي إن شاء الله ما يمظن بهذا لأنه أنا بصراحة إلى هاي اللحظة ما كنت راضي عن مسألة قطع القناة عن أمريكا وكندا وستراليا ما كنت راضي ويعني هذا القرار تخذت الإدارة مرغمة حتى دون أن أعلم أنا ما أخطرت بذلك وبعد استمرت هالشكل القضية لو كنت ربما أعلم كنت مثلا أحث المؤمنين أقول نسوي لنا شيء لأنه أكثر ما يؤلمني هو هذا أنه صوت أهل البيت عليه وسلم ينقطع عن مكان ما لازم يوصل لازم كل العالم أصلا يوصل لك كل بيت لازم يوصل نحن نشوف النتائج نشوف إش قد ناس يتشيعون ويهتدون بحمد الله تعالى ببركة وجود هذا الصوت في بيوتهم فما لازم هذا الصوت ينقطع أبدا مرة من المرات ينقطع حتى عن مدار نالسات هذا القمر أساسي كان يعني مو قمر اللي واحد ممكن يفرط به الآن سامع أخيرا أنه أكو حد شي حتى على قضية القمر اللي هو الأوروبي هذا هوت بيرد أنه شن رأيكم لو نقلص يعني هم هذا نلغي نكتفي بال بال القمر العربي أو هذا القمر ما نالسات وكذا يعني قناة فدكة تروح تخيله يعني هذا معقول فبعد أنتم وغيرتكم أنتم وجودكم أنتم ووقفتكم مع إمتكم عليهم الصلاة والسلام القناة قناتكم كما قلت نريد أن تبقى هذه القناة مستقل نريد أن تبقى هذه القناة محافظة على منهجيتها وثابتها عليها إحنا الميزة الحمد لله أيضا في هذه القناة أنها من أول ما انطلقت إلى هذه الساعة خط واحد صحيح لا يمين لا يسار صحيح أكو غيرنا قنامات أخرى شوية مالت هنا أو هنالك مع أنها قد تكون قد بدأت بدايات صحيحة دون أن نسمي لكن هذه لب العالم كله معنا لبيك فاطمة لبيك فاطمة إن شاء الله تعالى إحنا واثقين إن شاء الله إحنا ما قصروا معنا المؤمنين أبدا كلما توجهنا إليهم بالنداء حقيقة ما قصروا جزاهم الله خير الجزاء وأدري أنه قد ينتابنا شيء من الحرج الشعور بالحرج أنه نثقل على المؤمنين لكن ما كو إثقال إن شاء الله لأنه بالنتيجة هذا خير هذا خير لا يسد بابه وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله أعلم أنه هناك أناس يتمنون أن يبذلوا لكن لا يجدوا ما ينفقون فيتولون وهم تفيضوا أعينهم من الدمع كما حكى القرآن الحكيم ترى أعينهم تولوا وأعينهم تفيضوا من الدمع ألا يجدوا ما ينفقون ما عندهم يقولون شنسوي هؤلاء أيضا مشاركون معنا نية المرء خير من عمله فالذي يقرر يقول أنا لو كان بيدي لو كان عندي أنا سجلونه وياكم قد بذلت أنت إن شاء الله مسجل حتى ولو بالمقدار الضئيل بالمقدار اللي عندك هم تسجل إن شاء الله أنا مؤمن بأنه المشاريع الكبرى هذه اللي تحققت بحمد الله والمشروع القادم إن شاء الله مشروع الفيلم العالمي إن شاء الله هذه تحققت بهذه المبالغ اللي جاءت من ضعفاء المؤمنين إنجاز التعبير هذه فيها البرك كل واحد ولو بالمقدار اللي يقدر ما أبخس حق الحمد لله وناس الذين تبرعوا كما نسميها بالهمشات يعني المبالغ الضخمة أيضا لهم أجر عظيم عند الله هم اللي حركوا هم اللي أعطوا دفع إن المشروع ممكن أن يتحقق لأنه لو واحد يجي يعلن على القناة ويقول أنا أريد خمس ملايين مرة واحدة صعب ما يصعب لغ بسهولة إذا كان مبالغ دائما ضئيلة فيعطون مبلغ مثلا ضخم مرة واحدة فيحرك دفعة دفعة قوية الكل يتشجع هؤلاء ربما أجرهم مضاعف ربما لكن ضعفاء المؤمنين هؤلاء المستضعفون هؤلاء أيضا ما قصروا حقيقة كل واحد بالمقدار اللي يتمكن صار الحمد لله صارت هذه المشاريع هذا الآن المكان اللي احنا جالسين فيه هو هذا اشتريه بمليونين غير المصاريف الإضافية اللي كان فيها ضرائب وستان بديوتي وما أدري كذا يعني تقريبا يمكن محامين وكذا يمكن تقريبا مليونين ومئتين ألف تقريبا أو أكثر أو أربعمائة مليونين أربعمائة ألف زي مبلغ ضخم يعني بها طريقة جمع إحنا قادرين إخواني إحنا ما عدنا شوفوا إذا وقفنا وقفة واحدة تكتلنا تعاوننا قادرين نحقق المعجزات ما نحتاج لا نروح نلجأ إلى حكومة ولا إلى ما أدري مرجعية أو حزب أو تيار أو ما أدري جهة نافذة أو متنفذة أو شركة أو ما أدري مؤسسة ما نحتاج إحنا بإمكاننا إحنا بأنفسنا نتجمع نقوي أنفسنا نحقق هذه المشاريع نرفدها ماديا معنويا عمليا إحنا العاملين الآن بالقناة هم معظمهم من المهاجرين الناس اللي جاي هو يجي يبذل كفاءة خلص إحنا شوفوا شونا تجمعنا قدرنا نحقق شي هذا كل إنسان يجد في نفسه كفاءة وأنه قادر يعمل ويقدر يوصل نفسه إلى هذه البلاد فهذه الأرض أرضه وهذا المسجد مسجده وهذه القناة قناته والهيئة هيئته فورا يجي ويستلم يشتغل الله وياك فورا وإحنا وياك ما عندنا حواجز حتى البعض يلومنا يقول يعني الجانب الأمني وهذا يمكن يكون مندس يمكن يكون متسوس يمكن يكون كذا عندنا وسائلنا نعرف شو نسوي نحن خلي يجرب بس واحد أنه يصير مندس متسوس شوف شي حصل الهيئة هنا تطهر فورا وقد طهرت تعرف شلون تتصرف فماكو خوف علم صاحب الزمان عليه السلام فوق روسنا شوف من شنو يخاف علم هكذا يرفرف خدام المهدي عليه السلام الله أكبر شلون إن شاء الله نحن نسأل الله تعالى أن نكون حقا من خدام المهدي عليه السلام أن نكتب هكذا خدام المهدي مو شئهي واحد يقول أنا من خدام المهدي هذا وسام شرف عظيم في الزيارة المقدسة لإمام المهدي عليه السلام الخدام قرنوا معه في الصلاة عليه أشهد أن الله اصطفاك صغيرا وأكمل علومه لك كبيرا وأنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت اللهم صلي عليه وعلى خدامه لبيك يا مهدي 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 فإذا هذا شرف عظيم نحن نتبرك بتسمية الهيئة خدام المهدي عليه السلام ولا ندعي نتأمل نرجو من الله عز وجل وندعو أن يكتبنا في خدام المهدي عليه السلام حقا وصدقا وأنتم معنا إن شاء الله جميعا والمستقبل إن شاء الله مشرق مستقبل عظيم ينتظرنا كل إنسان يتشيع هذا معناه فتح مستقبل جديد فتح عظيم فكيف إن شاء الله مع المشاريع الكبرى التي نخطط لها والتي إن شاء الله ستغير لون العالم ووجه العالم ودائما علينا أن ننتبه إلى كسر ظهر الشيطان إحنا مجربين ترى كل مشروع ضخم ندخل فيه الشيطان يكثف جهوده لإحباطه يختلق لنا مشكلة داخلية خارجية يفتن بعض الناس يعني يسوي فتنة يسوي مشاكل وكل مرة نتغلب عليه إن شاء الله بالإصرار والصمود فصرنا معتادين بعد صرنا معتادين قد يصير نوع من التأثر بسبب هذا وجدان إنساني بطبيعة الحال أنه ما حد يرضى أنه هذه المشاريع تتأخر ما حد يرضى أنه هذه الأمور تتأخر يتأخر إنجازها لكن نحن لها إن شاء الله شيطان يحاربنا لعنه الله إن حاربه ونكسر ظهره إن شاء الله فلا تسمحوا للشيطان في أن يدخل فيما بينكم ويصرفكم عن وجهتكم أنتو ماشين خط الحمد لله سليم وقوي جبار ترجف مننا الآن دول بعد دول ترجف مننا إنه شنو هذه الظاهرة منين طلعوا لنا ذولة شدي سوون ذولة بالعالم هناك حسابات كثيرة عالمية إحنا ما ندركها أو معظمنا لا يدركونها ليش لأنهم ليسوا خبراء بما يحاك لكن عليكم أن تعلموا هذا المنهج هذه الهيئة هناك من يتآمر عليها كثيرا من الداخل والخارج يتآمرون على هذه الهيئة يريدون كتم هذا الصوت ما يريدون هذه الأمور تتحقق اللحامينة هو صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام هو اللحامينة بحمد الله وما تقع مشكلة إلا ونطلع منها أقوى من السابق ما نتعرض إلى أزمة إلا ونخرج منها بحمد الله مرفوعي الرأس وأقويا أكثر من السابق تعودنا هكذا يعني تعودنا هكذا بحمد الله بحمد الله بحمد الله